بالشعارات والهتافات صدح صوتهم عاليا نريد وطن فاصبحوا رمزا لثورة فجرت ما في قلوبهم نحو العراق واليوم تعود الثورة بيضاء نقية لكنها بالورقة والقلم في صناديق ارادوا لها ان تكون باسم الشعب وبالصوت الديمقراطية وبلسان ما يريد اطيافه في كل البلاد وذلك عرس ديمقراطي له يستعد الناخبون واجبا عليهم تجاه البلد وهدفا يسعون من خلاله الى تغيير اسماء صفعت على وجوههم حال الضيق والحسرات اذا هؤلاء هم الناجحون المنتصرون في سباق الوطن وهذا لسان حال المتحدث بالامل يقول اننا نريد برلمانا يخلو منه الصوت الفوضى وتعلو فيه مصلحة العراق وتمنح المحافظات جميعها عدالة في توزيع الحقوق وينهي الشباب زمن البطالة وكيف ينجح هؤلاء سؤال يجيب عليه ويحقق هدف النجاح منه الشباب انفسهم وهنا صوت العقل الناضج الذي يعي ان للحق طريقا لا يرسمها الا شباب ثورة تشرين فالمسئولية عليهم هي الاكبر وفي رقاب شباب العراق رسالة يجب تأديتها معادلة واضحة المعالم ان ذهبتم الى صناديق الاقتراع ورشحتم من يستحق ويصنع التغيير فسيكون الفوز حليف كل وطني يريد ان يعمل لاجل العراق لا لاجل المصالح والنفوذ والانفلات ليكون الفائزون هم صناع القرار وهم صانع سيادة القانون الذي يبني هيبة دولة لا تنتهي فيها اصوات النشاز الا بالديمقراطية التي تنتظرها الصناديق واجب وطني اذا لا مفر منه لان زوال الفاتدين لا يتحقق الا بحراك اصوات تشرين اشتركوا في القناة شكرا